كانت ممارستي للرياضة وأنا طفل صغير حقيقة كانت يعني أعتقد أنها مجرد ملاحقة الكرة ولعب في الحارة ومجرد يعني ضاعة وقت ولكن في هذا الوقت اكتشفت أنه فعلاً الرياضة كانت مهمة جداً في حياتي وثرت أثر كبير جداً في صحتي وفي أفكاري وفي تعليمي وفي وقتي في كل ممارسة حياتي فبالتالي اليوم الرياضة بالنسبة لنا أصبحت ضرورة ملحة أن نحن نمارسها سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي هتأثر على سلوكياتنا هتأثر على صحتنا هتأثر على تعاملنا مع الآخرين هتأثر حتى في تحملنا لكثير من المشاكل والضغوطات التي تكون من العمل أو من المجتمع أو من الأسرة أو من أي إن كان ولذلك يجب علينا اليوم أن نضع برنامج رياضي لنا كلنا اليوم الدولة قاعدة تجهزنا أماكن كبيرة وكثيرة في أماكن كثيرة فيجب أن نتفاعل معها إضافة إلى الرياضة وممارستها أيضا لا بد أن نهتم في تعليمنا ونهتم أيضا في ديننا ونهتم في كل الأمور التي نفتخر فيها في ثقافتنا وفي عاداتنا وفي ملابسنا أن نحن اليوم كسعوديين يجب أن تكون صورتنا اليوم للعالم فعلا اليوم العالم ينظرنا اليوم كمجتمع قادم وكمجتمع اليوم يعني مؤثر في العالم أن نحن نكون يعني فعلا قدوة قدوة حسنة فاليوم نحن والله الحمد نمتلك جيل قادم تعليم على مستوى كل الخدمات موفرة لهم كل الإمكانات موفرة لهم ولكن نتمنى أيضا أن نحن نركز أيضا على لغتنا العربية وأن تكون لغتنا العربية هذه اللغة السامية الجميلة التي حقيقة يعني نفتخر فيها أن نحن تكون أيضا هي لغتنا الرسمية الأولى والتي نتعامل فيها ونتفاعل معها وأن أيضا ندعمها وننشرها في كل مكان نحن اليوم كسعوديين نفتخر لها الحمد بهذا الدين العظيم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم فيه علينا وبهذه المقدسات اللي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بخدمتها وبهذه الحكومة اللي الحقيقة العزيزة التي نقدرها ونقدر ونجل حكامها ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الحكومة لكل خير ونجعل مملكة العربية السعودية أيضا هي يعني تعيش في أجمل أيامها وأن يكون الشعب السعودي أيضا يعيش والله الحمد فيه مجتمع متكامل مجتمع صحي مجتمع اجتماعي واقتصادي يليق بهذا البلد ويليق بأهل هذا البلد وبيضيوف هذا البلد فالله يحفظ المملكة العربية السعودية والله يحفظ حكومتها والله يحفظ شعبها والمسلمين في كل مكان وشكرا لكم